تفضل يا سالم العصير الذي تفضله وأنت يا فاطمة تفضلي قالب الحلوى الذي تحبينه كما أحضرت لك بالونات ذات ألوان مميزة شكرا لك يا أمي شكرا لك يا أمي هل تعلمين يا فاطمة أن أمي أحضرت لنا معظم حالات المادة؟ المادة؟ ماذا تقول يا سالم؟ لقد أحضرت أمي عصيرا وقالب حلوى وبالونات مفضلة ولم تحضر ما ذكرته أنت الآن ما اسمه ثانية؟ المادة يا فاطمة المادة؟ كيف ذلك؟ هذا قالب حلوى وهذا عصير وهذه بالونات كيف تسمي ثلاثة أشياء مختلفة باسم واحد وهو المادة؟ فما المقصود بالمادة التي تتحدث عنها؟ يا فاطمة المادة ماتر هي كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة فالعصير مادة وقالب الحلوى مادة والبالونات مادة وجدران هذه الغرفة مادة أيضا هذا يعني أن كل شيء أمامنا هو مادة لأنه يشغل حيزا من الفراغ نعم هذا يعني أننا سنطلق اسم المادة على كل الأشياء الموجودة حولنا كيف إذن سنفرق بين هذه الأشياء التي لا حصر لها باعتبارها لها نفس الاسم؟ سؤال جيد يا فاطمة نحن نميز بين المواد من خلال حالاتها وخصائصها وكل واحدة من هذه المواد لها خصائص تميزها عن الأخرى وتحدد حالتها وما هي هذه الخصائص التي تحدد حالة المادة؟ الخصائص التي تحدد حالة المادة هي حركة الجسيمات وقوة التجاذب بين الجسيمات فجميع المواد تتكون من جسيمات صغيرة ومنها الذرات والجسيئات والأيونات وكل جسيم يجذب الجسيمات الأخرى نحوه فيجعلها تتحرك باستمرار وهل تتحرك جسيمات جميع المواد بطريقة مماثلة؟ بالطبع لا فهناك مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها ببطء شديد وهناك مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها بسرعة أكبر ويوجد أيضا مواد تتحرك الجسيمات المكونة لها بسرعة عالية جدا وما الذي سيحدث عندما تختلف حركة الجسيمات داخل المواد؟ ينتج عنها حالات المادة يا فاطمة فالمادة لها ثلاث حالات مألوفة وهي الحالة الصلبة كما في قال بالحلوى الذي أمامك والحالة السائلة ستجدينها أمامنا على المندضة فكري وأخبريني بما أن قال بالحلوى هو الحالة الصلبة فأعتقد أن عصيرك يا سالم هو الحالة السائلة أحسنت يا فاطمة بقي لدينا الحالة الغازية كما في الهواء الذي يملأ البالونات التي تمسكين بها والآن سأتناول الحلوى أقصد سأتناول هذه الحالة الصلبة للمادة وأنا سألخص ما تناولناه اليوم المادة هي كل شيء يشغل حيزا من الفراغ وله كتلة خصائص المادة التي تحدد حالتها حركة الجسيمات قوة التجاذب بين الجسيمات حالات المادة صلبة سائلة غزية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر